موسيقى شايفينك فيه كركبة وفيه سيارات بس هلا فؤاد الفكرة من البرنامج رح خلي نادية تحكي عنها اكتر بس هو انه كل سيارة فيها جوائز وفيها كنز وفيها قصة بس هلا كل واحد من المتصلين اللي حيدقل على الهواء حيفتح واحدة من السيارات وحياخد جوائزه بس عشان ياخد هاي الجوائز لازم يتكركب شوي يعني يام نسأله سؤال يعني نادية احكي اكتر قد شرائع اول شي انا بدي اقولكم يسعد صباحكم جميعا اكيد انا بس في شغلة بدي اقولها قبل ما احكي عن الكركبة اوكي اه لانه انا شوي جديدة عن الموضوع ساعدني اياد ساعدني اوكي بش مهندس على قولة فؤاد فارس الصايق اه اول ما اجيت عملت معهم ميتينغز وهيك هو شخص يعني ما شفته اول مرتين شفته تالت مرة كان سويت ولزيز وما في مشكلة فكنا قاعدين بالكافتيريا بتذكر فبقولهم يا الله فارس الصايق شو لزيز هلا ما جاوبوني اطلعوا كلهم عبعض ولفوا هلا انا ما فهمت شو يعني سكتوا امبارح سلخنا ايميل قال ما في حدا يروح بقولهم هادا فارس الصايق اللي شفته نفسه قالوا لي يس شفت شو يعني النظرة عكل حال بس انا بدي اقول اوكي 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 البرنامج هلا الكركبة في المركبة هي عبارة عن شو كل اشخاص اكيد اللي هلا عم يشوفونا هي عبارة عن مجموعة من الاسئلة كل سيارة من سيارات شيفرولي بيكون فيها سؤال يا بيكون فيها سؤال يا بيكون فيها لعبة معينة بالاضافة طبعا لا هالسيارات الرائعة بليز اياد هيك خذلهم خليني انا امشي معاك بس يشوفو خذلهم فتلة يشوفو قدي السيارات كتير حلوة من شيفرولي شغلي انه كل متصل بدخل على الهواء في احتمال كبير انه يربح السيارة ممكن يربح السيارة موجودة اللي هي سيارة لسبارك هاي اللي بتجنن نادح انت سوتيها مبارح انا اول شي تخيلك بقدر اطلع بس هيك بشكل سريع انا تخيلت لانه يعني مع الطول سيارة سبارك بالنسبة اللي تكون صغيرة بس ترست مي فؤاد شو رأيك اول شي بي سبارك خبرني حدسني اه نعومي ستتي بنتي كرموشي نعنوشي فانا لما قعدت لا والله لزيزة وكزا بتحس حالك قيافة ويعني بدي اقول شغلة بدي اقول شغلة فؤاد ومحمد اذا بتسمحوا لي لكل الاشخاص اللي عم شفونا هلا السيارة اللي رح نربحها على الهواء هي سبارك فقط هي سيارة سبارك هلا الاسئلة بتكون موجودة بكل سيارات شيفرولي اللي انتوا شايفينهم ولكن السيارة اللي رح نربحها عشان تشوفوها اكتر هلا مع اياد هي سيارة سبارك